بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حبيب طلاب الصف السادس اللي ابتدائي. كل عام وانتم بخير? ان شاء الله النهاردة معادنا مع اول فيديو بالمنهج المقترح للرياضيات للصف السادس اللي ابتدائي. للعام الدراسي الجديد. الدرس الاولاني او الوحدة كلها بتتكلم عن حاجة اسمها الاعداد النسبية. الاعداد النسبية دي تكملة لحاجة احنا خدناها في قولة ابتدائي حاجة اسمها المجموعات. ايه هي المجموعات? كان زمان يقول لك مسلا يقول لك فانت ايه هي المجموعة? المجموعة اللي هي شوية عناصر انهم حاجة مشتركة. دول الحاجة المشتركة بينهم انهم ايه? فهم تلت اضلاع فاسمهم مسلس. فانا نفس الحكاية. فانا عندي مجموعات. نفس الفكرة انت عندك الاعداد بتعمل مجموعات. زي ما انت ببقى لك صحاب? الاعداد برضو بتعمل صحاب كل شوية مع بعض بعملوا مجموعة. فانا اول مجموعة عندي حاجة اسمها مجموعة اعداد العد. ايه يا مجموعة اعداد العدد. وبرمز لها بالرمز عين. والله من غير محفظ. انا بعد. فلما يقول لك مسلا انا عد الكراسي اللي قدامك. فبتقول له واحد. بتقول له بعد كده اثنين. تلاتة اربعة. ممكن اقف لغاية اربعة. ممكن مسلا بعد كراسي الفصل. اقف لغاية تلاتين. كراسي المدرسة. اقف لغاية مسلا خمسومية. كراسي المحافظة كلها. فانت الاعداد دي غير نهائي. غير منتهي. يعني ما عرفش هقف فيه. تاني. ايه هي مجموعة اعداد العدد. والله الاعداد اللي بتكون العدد لما اجي عدد فببدأ بالواحد. فيجي وقل لك مسلا اصغر عدد في اعداد العدد. ايه هو اصغر عدد في اعداد العدد. والله الواحد بتبدأ بالواحد. طب انا مستر. اعداد العدد اللي قدامك دي. لو جيت لاحز هتلاقي ان هي نقص الصفر. فانا الصفر بيعمل له مشكلة كبيرة. ايه هي المشكلة اللي عندك? والله ان انا مسلا لو بجمع انا قدر اجمع اي رقمين. اقول لك تلتة زائد تلات ستة. فانا هوصل للستة. لقى الستة موجودة عندي في اعداد العد. مش هحتاجة. اقول لك مسلا عشرة زائد خمستاشر خمسة عشرين. مية زائد تلتميلة ربعمية. فلو كملت اوصل لربعمية. لكن في الطرح عندي مشكلة. لو قلت لك اربعة نقصة اربعة. فتقول لي صف. دول ما فيش فهم صف. فانا اعداد العد دي. اعداد العد اللي قدامك. لو انت عندك اعداد العد. دي فهم مشكلة. فبتقوم عامل ايه? اعداد العد اللي قدامك دي بتزود عليها الزيرو. فأصبح عندك الزيرو والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة. خلاص? الى اخرة. ده اعداد غير منتهية. خلاص? فبتحط نقط ان انت الاعداد دي غير منتهية. طب انا لما زودت الزيرو بقى الاعداد دي اضفت عليها. فبقى لها اسم جديد. اسمها ايه? اسمها مجموعة الاعداد الطبعية. مجموعة الاعداد الطبعية ده برموز لها بالرمز طهر. هتقول لي كده كويس حلو او الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة. وخلاص الاخ انا دي مش محتاج منها حاجة. خلاص انا اي مسألة جامعة اقدر اجمعها. طب هل الاعداد ديت فهم مشكلة? ايه المشكلة اللي عندي? الاعداد ديت انت عامل مسلا شبه لما بتنزل موبايل. لما بينزل موبايل. فبيتكون في مشكلة في الكاميرا. فبينزله موبايل احدث منه بس بيعدله الكاميرا. نفس الموصفات بس بيزوده الكاميرا. زي عربية مسلا. اول ما اخترعه العربية. بيبقى عندك مسلا السرعات بتاعها الاول. بعد كده الاول والتاني. الاول والتاني والتالت. فبيعدله عليه. فاحنا عندنا اعداد العد كان فيها مشكلة في زيرو. او في الصفر. فانا زودت عليها الصفر باسمها الاعداد الطبعية. طب هل الاعداد الطبعية دي خير وبركة رعف عندها مفيش فيها مشكلة? لا الاعداد الطبعية لو انت ركزت. لما انت تكبر هتلاقي اني فيها مشكلة. ايه مشكلة الاعداد الطبعية? انا عندي حاجة اسمها الاعداد السالبة. الاعداد السالبة دي اللي هي عاملة ايه? الاعداد السالبة دي فايدتها ايه? فايدة الاعداد السالبة ان انت مسلا لو انت افرض مسلا انا حفرت حفرة تحت الارض. تلاتة متر تحت الارض وعايز اكتبه. فبتكتبها ازاي? هل هكتب تلاتة كده? هكتب تلاتة متر? لو مستر عايز احط قبلها سالب. فبقول له سالب تلاتة. انا محتاجي ان انا اكتبها سجلها سالب تلاتة. فريق مسلا بلعب ماتش كورة وخسران اربعة تجوان. فانا عايز اقول له انا دخل في اربعة تجوان. هلأ اكتب له اربعة كده? لأ فبقولها سالب. واحد مسلا فتح محل. والكسر عندي حاجة في المحل. او حاجة سرقت في المحل. او حاجة بازت. الحاجة دي بمي جنيه. فعايز اكتبه فبقى اقول له سالب مية. لان انا لو كتبتها مية كده بقى نكس كسبان. لكن انا لما اكتب سالب مية بقى انا خسران. فانت بحتاج اعداد تعبر عنها في الخسارة. فبحتاج حاجة اسمها اعداد السلبة. وده احنا ان شاء الله هنا اخدها الترمدة. طب هتقول له مستر ايه فايدة الاعداد السلبة? اه? الاعداد السلبة ده هتحلي لي ايه? الاعداد السلبة دي فيما بعد هتحلي لها كل مساء للطرح. ازاي? ان انا مساء لو قلت لك خمسة ناقص تلاتة. بكامل? قل طالها خمسة وخبي منها تلاتة. بكامل? باتنين. طب لو قلت لك تلاتة ناقص خمسة. ها هتقول لي ايه? هتقول لي مش هينفعت. فانا لو تلاتة ناقص خمسة هتقول لي فيه اتنين ناقصين. فانا هسجلها طب هتيجي تقولي. مستر. انا لما اضيف على الاعداد اللي فاتت اللي هي الاعداد الطبيعية اللي انا عارفها اللي خدتها قبل كده اضيف عليها السالب وليكن سالب واحد وسالب تلاتة وسالب اربعة ها? خلاص? عند الاخ ده هيبقى اسمها ايه? هيبقى اسمها الاعداد الصحيحة. وهرمز لها بالرمز صادر. انت عندك تلاتة انواع للاعداد. اعداد العد يما باجي اعد واحد نين تلاتة اربعة. خلاص انت سعلم. وبكمل طب للاعداد الطبيعية للا انا زودت عليهم الزيرو. فبيبقى زيرو اللي كان موجود عندي قبل كده. انا بضيف عليهم. يزير واحد اتنين تلاتة خلاص. فانا كده بس زودت عليهم الزير. بس اصبح عندي مشكلة في الطرح. فبحتاجي الاعداد السالبة. ايه هي الاعداد السالبة? اللي هي الاعداد الطبيعية وبزود عليهم السالب. لو جينا نرسم الاعداد السالبة الصحيحة على خط الاعداد فبتلاقي ان انت عندك خط وليكن خط الاعداد ده. خط الاعداد ده بتقسم لتلات اجزاء. اول جزء عندك الصفر. بعد كده عندك الاعداد اللي هي المجابة. اللي هي الواحد. الاتنين. التلاتة. الاربعة. الخمسة. خط الاعداد ده ليه سهم يعني مكمل على طور. ستة السبعة التمانية خلاص. ده اسمها اعداد صحيحة مجابة. يعني ايه صحيحة? يعني سليمة. يعني ايه سليمة? يقول لك واحد صحيح. كالتر غيف صحيح. يعني ايه صحيح? سليم. ما اتخدش منه حتة. فانت الاعداد الصحيحة دي مش بقول لك اربعة ونصف. فيش فيها علامة عشرية وما فيش معاها كاسر. فدي الاعداد الصحيحة. طب وعندي اقصادها عكسها هي هيها بالزبط. بس حاجة اسمها الاعداد السلبة. اللي هي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بس بالسلبة. الخط ده كله اسمه الاعداد الصحيحة. يبقى تاني. ايه هي الاعداد الصحيحة? لما يقول لك الاعداد الصحيحة? الاعداد الصحيحة اللي هي الارقام المجب كلها? والارقام السلب كلها هي بدي المجب. ودي السلب والسفر. لما اقول لك ايه هي الاعداد الصحيحة المجبة? العدد السلمة المجبة الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة انسقون. كمل. طب الاعداد الصحيحة السلبة هم همهم السلب واحد والسلب اتنين والسلب تلاتة والسلب اربعة انسقون. طب لما اقول لك ايه العدد الصفر ده? الصفر ده تبع من من الاتنين? الصفر ده. ليس مجب ولا ليس سالب. اقول لك ايه هو العدد اللي غير مجب وغير سالب ولا مجب ولا سالب الزيرو. انا زيرو متعادل ولا كسبان ولا خسران. فيبقى الزيرو ده. ليس مجب ولا ليس سالب. طب انا لو جيت اشوف تعال انحل مسلا على الحاجات اللي احنا تاني. عندنا اعداد العد. هي اعداد العد لما بعيد واحدين تلاتة ربعة وكمل. اعداد العد دي فكان فهم مشكلة انه نقص الصفر فزودت على هالصفر باسمها الاعداد الطبيعية با السفر والعد باسمهم طبعية كبره. طب انا بعد كده الاعداد الطبعية دي كان فهم مشاكل في مسائل الطرح. فضفت عليها الاعداد السالبة بقى اسمها الاعداد الصحيحة. طب انا ونستر لو جينا نحل مثلا الاعداد الصحيحة دي بحتاجها في ايه? بحتاجها مسلا زي درجة الحرارة. لما اجي اقول لك مسلا الدرجة الحرارة مسلا في البلد الاوروبية. او التلاجة. التلاجة درجة حررتها تبقى برد اقل منزيله. او التكيف مسلا زبطه على سالب اربعة. احنا التلاجة مسلا زبطها على سالب عشرة. يعني عشرة درجات قبل الصفر. طيب. نزل عنف البحر. الغواصين. اه نزلت عشرين متر تحت البحر. تحت مستوى سطح البحر. او تحت سطح الارض. فسجلها سالب عشرين. اسجلها سالب عشرين. طب انا هن. يقول لي اكتب عدد صحيح اكتب عدد سليم لتمثيل كل من المواقف الاتية. هقول لك موقف? خلاص? هقول لك موقف. والموقف ده انت هتعبر له عنه. لو قلت لك درجة الحرارة اتناشر درجة تحت الصفر. يعني اتناشر قبل الصفر. فسجلها كده اتناشر وحط سالب. يبقى سالب اتناشر. طب انا لو قلت لك طوص سلمة عشرة امتار تحت سطح البحر. سلمة نزلت عشرة متر. يبقى العشرة متر هتكتبها. بس دي موجب ولا سلم ده التحت يبقى سالب. ها? طب لو قلت لك سحب احمد خمسين جنيه من حساب التوفير الخاص ده. احمد اخد خمسين جنيه من فلوس اللي في البنك. الخمسين ايه? البنك هيسجيله مزاد. هل الخمسين دول زاد ولا قال له? هم? قال له. بقى سالب خمسين. رفع ليه. يبلغ ارتفاع شجرة خمسة متر. خمسة. سجيلها زادة خمسة. بس الارتفاع ده الفوق ولا التحت? لأ اللي فوق يبقى موجب. فما بقولوش موجب خمسة. خلاص شيل الموجب خالص. هي بفهم ان هي خمسة يعني بالموجب. فالموجب ما بحطولوش علامة. كمة المكسب ستتاشر جنيه. انا كسبت ستتاشر جنيه. عايزك تحلها له وتكتبها له في الكومنت. طيب اللي بعد كده. لو جينا نلاحز اعداد العد. انا مساء لو قلت لها. هنا وليكن. الارقام اللي هي الموجبه. اللي هي الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة. وهنا الارقام السالبة اللي هي مين? اللي هي الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة بس بالسالب. وفي النص في مين? الزيرو. يبقى دول الموجب. ودول السالب والزيرو. والزيرو ولا معدول ولا معدول. طب انا لو قلت لها. كل عدد فيه معكس له في عكسه في الجامبي التاني. لو قلت لك. كل عدد من دول في معكس له. المعكس بتاعه يعني عكسه. يعني مسلا الاربعة. مين عكسها? هأنت كل الله هتعمل. الاربعة دي في الموجب? يبقى هي هيها اربعة بس بالسلب. عكس اشارتها. لما قولك معكس يبقى تقوم كتب سلبة اربعة. المسافة من الاربعة للسلب اربعة هي هيها نفس المسافة. يعني من زيرول للاربعة اربعة خطوات. طب من زيره للسلب اربعة برضا اربعة خطوات نفس المسافة. الاتنين زي المراية كده. انا لما اقف قدام المراية. هلاقي صورته قدام. لما قرب هتلاقي صورتك بتقر. لما بتبعد هتلاقي صورتك بتبعد. انا لما اقول لك مثلا معكوس السلب خمسة. معكوس معكوس العدد سالب خمسة. مين معكوس السلب خمسة? والله معكوس السلب خمسة. هتقوم كاتبها خمسة زي ما هي? وشلي الاشعارة. لو هي الموجة بخليها سلب. طب هنا بيقول لك ايه? معكوس العدد سلب اتناشر. تسيب اكمل الاختيارات خالص. هي اه? يبقى لنقصاتها اتناشر. دي سلب يبقى لنقصاتها مجرد. بحيس ان العددين لما تجمعهم مع بعض يجب لك زي. طب انا لو جيت اشوف جميع الاعداد السلب. كل الاعداد السلب. اللي هما السلب واحد والسلب اتنين والسلب تلاتة. ما لها? ها? السلب واحد يعني انا خسران واحد. سلب اتنين خسران اتنين. سلب تلاتة انا نقص تلاتة. اقلب تلاتة. لسه في تلاتة. خسران تلاتة. اتعامل مع المجب والسلب ان ده ما اكسب وضخصات. الاعداد السلبة كلها ما لها? اقل من الصفر. اقل من الصفر. فاقين? اقل من الصفر. طب لما يجي يقول لك? جماعي الاعداد المجابة. كسبان واحد. كسبان اتنين. كسبان تلات. اه كلهم اكبر من الصفر. فانت كل ما بتمشي ناحية اليمين? العدد بيزين. كل ما بترجع وراء للشمال العدد بيقلب. طب انا لم يقول المعكوس الجامع للعدد التمانية. مين عكس التمانية? والله اكتبها تمانية زي ما هي? ايه مجب خليها سعيدة. طيب عايزين اخر حاجة ناخدها? تحط بس على ما هتاكبر منه اصغر منه. تلاتة وسبعة. ده كسبان تلاتة وده كسبان سبعة. لا حسن التلاتة ولا السبعة? لا السبعة. اقص على السبعة. السمكة كل كبيرة. طب ده كسبان وده خسران. ده عقل كده. لا حسن بقى كسبان اربعة ولا خسران اتني. لا كسبان احسن. ايه دي المجاب اكبر من اي سالة. كسبان سبعة وخسران سبعة. لا حسن تكسب سبعة ولا تخسر سبعة لا اكسب. ده زيرو صفر ولا كسبان وخسران وده خسران. لا ايه بس صفر احسن. بكده هيب الفيديو بتاعنا انتهى بسرعة. ان شاء الله انتظروني في الفيديوهات القادمة. ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تعديل الفيديو واعمل لايك. ولو انت مش مشترك في القناة شارفنا بالاشتراك في القناة. بالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.